يعني دور مهم وكبير بتقدموه في التحالف يعني عايزين نعرف في الفترة دي بقى من السنة بتعملوا ايه بالضبط بتقدموا ايه لمحافظات الجمهورية مع قرب عيد الأضحى مناسبة ومهمة ويعني كل المصريين وكل المسلمين في العالم بيترقبوها ادخال الفرحة والسعادة على كل مسلم في أيام عيد الأضحى يعني هدف سامي وهدف نبيل وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية وخصوصا سكان القرى والنجوع والمناطق الصحراوية والمناطق الحدودية التحالف الوطني ويعني بسعد أني بأمثل إحدى مؤسسات وهي مؤسسات صنع الخير للتنمية التحالف من خلال صنع الخير بيطلق مبادرة مهمة جدا وهي مبادرة سك الأضحى سك الأضحى باختصار للمتابع من السادة المشاهدين والأول مرة بيسمع عنها هي بحسب الشرع الإنابة عن المضحي في الأضحى وزبح الأضحى وتوزحها على الأسر غير القادر كثير من المضحيين بيبقى عايش في مكان يصعب أنه يضحي بيبقى عايش في مكان كثير بيتبحوا حواليه فكان دايما بيحصل أنه ما بيتلاقاش أسر غير قادرة يوزع عليهم كان بيتلاقى أنه هو ذاته بيوزع مع العشرات من جيرانه على نفس الأشخاص من هنا وفي المقابل أهلينا اللي في القرى الأشد احتياج والأسر المتعففة كان بيصعب عليهم أنهم يلاقوا أو يعني يوصل لهم لحوم أضحى المؤسسات الأهلية واللي من بينها صناع الخير وبعد يعني استشارة دار الإفتاء المصرية بدأنا في مشروع سك الأضحية وتيحت من خلال مشروع سك الأضحية ومبادرة سك الأضحية الفرصة للمضحين أنه يضحي ويقيم الشعير وفي نفس الوقت توصل اللحوم أضحي للأسر الأولى بالرعاية في الأماكن البعيدة عنه واللي صعب بيوصلها أعتقد أنه دي كلها أهداف سامية ونبيلة بنسعى باجتهاد وبجد أن نحقق